أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يمصرون وسواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلى البلاغ المبين قالوا إنا تتيرنا بكم لإن لم تأنته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالذر لا تغني عني شفعات شيئا ولا ينقذون إني ذل في ظلال مبين إني آمانت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا وليت قوم يعلمون بما غفر لي رب وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازئون ألم يروا كما أهلكنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ويدما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النار فإذاهم المظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإن شأن غريهم فلا سرق لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفرون الذين آمنوا أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وسدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محدرون فاليوم لا تزلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغولهم فاكهون هم أزواجهم في زلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آذما لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمله نكسهم في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فأم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله عليها لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم فأم لهم جند محدرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناهم من نطفتهم فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرمي قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخذر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم